الموجز ورياضياتكم من قناة زيرتيوب أهلا بكم بداية أعلنت إدارة فريق شباب بلوزداد اليوم لحد تعاقدها مع الخارس السابق لفريق مولودية الجزائر فريد شعال ونشرت إدارة شباب بلوزداد صورة لشعال مع الترحيب به بطريقة الفريق الخاصة وكانت إدارة الفريق البلوزداد قد أعلنت في وقت سابق عن التعاقد مع تنائد عيبش وجاكم بي في انتظار الإعلان عن صفقات جديدة خلال ساعات القليلة القادمة في خبر آخر مشاهدنا الكرام بدأ الرياضيون الجزائريون منذ أمس السابق لالتحاق بالعاصمة الفرنسية باريس تحسبا للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة ما بين السادس والعشرين جوليا إلى غاية الحادي عشر أود من هذا العام والتحق الفوج والأول صباحة أمس السابق بمقر إقامتهم في القرية الأولمبية بباريس والتي تزينت بالراية الوطنية تمهيدا لاستقبال ممثلي الجزائر في انتظار مشاركة مشرفة للرياضيين الجزائريين في هذا المحفل الغالمي في أخبار محترفين لمح دولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى رغبته في الاستمرار مع نادي إس ميران الإيطالي رغم الاهتمامات الكثيرة بخدماته وكان قد ارتبط إسم بن ناصر بمغادرة روسونيري الصائفة الحالية في ظل رغبة أندية دور روشان في التعاقد معه ونشر لعب الخضر صورا له من مباراة أمس السبت التي جمعت ناديه بناظره رابيد فيينا النمسوي ضمن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد وأرفق بن ناصر صور بتعليق قال فيه شهر من أجل التحضير جيدا في إشارة منه إلى عدم نيته في الرحيل ختاما مشاهدنا الكرام وكما جرت العادة عنوانات جريدة زير سبور في عددها الصادر لنهار اليوم عنوان مفاده وعد وأوفى في إشارة للخبر ياسار الذي تمثل في تدعيم فريق انتحاد خنشلا بشركة اتصالات الجزائر قرار كان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون قد وعد به أن صار الفريق خلال زيارته للولاية مشاهدنا الكرام وصلنا وإياكم لختام هذا المجاز الرياضي دمتم في رعاية الله وخفضه السلام والله علىكم